الرسم لغة بلا كلمات رشة تخط اللمسات إبداعا يتجسد في لوحات شباب ساهموا برد جميل لصناع الحياة الملكات الطبية الذين واجهوا وباء كورونا فكانت مسابقة لوحة الحياة الفنية التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة متمثلة بشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية بالتعاون مع وزارة التربية هي فرصة لهم لعرض إبداعهم مسابقة لوحة الحياة التي تقيمها وحدة العلاقات الجامعية في العتبة العباسية المقدسة وبالتعاون مع وزارة التربية الممثلة بالنشاط المدرسي هناك تقريبا بحدود 101 لوحة شاركت أغلب المحافظات العراقية الموضوع كانت بصراحة تتوجه على ما يسمى الكورونا مرتضى وإسلام شابان من محافظة بابل ومن المشاركين في المسابقة الأول انحضر من عائلة تحب الفنون كالرسم والنحت فكان الرسم له هو موروث من جده وأبيه الذي إنما يا قدراته أما الثاني فاكتشف موهبته الفطرية منذ صباه ووجدت دعم من أساتذته وأبيه وهو اليوم من المبدعين في مجال الرسم في محافظته وأما زهراء المشاركة من محافظة كربلاء التي بعثت رسالة شكر واعتزاز للطواقم الطبية من خلال رسمتها جسدنا هذه اللوحة عمل الكوادر الطبية الذين واجهوا الوباء وطبعاً احنا أقل شيء ممكن نقدم له ومشاركتنا بهذه المسابقة التي قامتها العتبة العباسية المقدسة وهي فرصة لتعبير عن شكرنا للكوادر الطبية بالبداية موهبتي من شامر أربع سنوات أهلي دعموني وطوروها بالبداية كنت أرسم لوحات خشبية عادية ما كنت بهالتطور الكبير دخلت مسابقاتها وفزتها بالمراكز الأولى سنتين متتاريتين بالنشاط شكر للكوادر الطبية رسمتها أشبه الطبيب بالحج الشعبي لأن اثنين هم يضحون من أجل هذا الشعب أنه ينقذونه طبعاً رسمت هذه اللوحة لأنه مو بس إحنا دا نمر بجاعة كورونا هواي بلاد دا تمر بجاعة كورونا وأكثر من عدنا وحبيت أنه نوصل هاي الفكرة ونشكر الكوادر الطبية أنه ضحت بنفسها بكل شيء بعائلتها بأهلها على المودة يوفرونه الصحة والعافية رغم طلعت على اللوحات رغم بساطة اللوحة عملها بسيط لكن لها معنى قوي نشكر كل اللي شاركوا احنا ما يهمنا أبد الفوز والخسارة يهمنا أنه شاركنا بهال مسابقة وبذلنا مجهونة عن منذ نصف فكرة لهم العتبة العباسية المقدسة وضمن مبادرتها في دعم المبدعين وتنمية قدراتهم في شتى المجالات لا سيما في مجال الرسم أقامت هذه المسابقة بالتعاون مع وزارة التربية تثمنا لجهود الملاكات الطبية بمواجهتها وباء كورونا وإتاحة الفرصة للرسامين الشباب من أغلب محافظات العراق لعرض أعمالهم